بيعاني من بعض الألام ولكن جاء على نفسه وتحمل ورح لولاده رح لولاده اللي هو ما بيغيبش عنه أبدا زي ما تعودنا أصلا من رؤساء النادي الأهلي ومجالس إدارته على مدى التاريخ على مدى السنين النادي الأهلي كلها ما بيعدوش أبدا عن لعبة النادي الأهلي ولا فرق النادي الأهلي المختلفة التوقيت ده محتاج تكاتفنا حوالين فرقتنا فرقة النادي الأهلي لكن أنا كنت بتكلم ممكن كريم برضو تكلم على حاجتين كنت عايز أتكلم فيهم وبعدين أتكلم على الشناوي الماتش اللي فات غابت عننا شخصية النادي الأهلي غابت عننا روح الفن الله على حمر أنا قلت لحضراتكم الماتش اللي فات حاجتين أخاف منهم أول حاجة التحكيم وبعدين أنا أعيز أولوك ميستر كولر مبارح في المؤتمر كان مؤدب زيادة عن لزومي هو أنا أصلا لما بقلعب وراه وعندي حكم ماشي بنسبة 90% كويس ولكن ظلمني في حاجة مؤسرة ميستر كولر بيدفع عن نفسه وقال أنا مولتش أن التحكيم كان خلال الماتش ساي أنا اتكلمت على غلطة وحيدة بس الغلطة بتاعة ركلة الجزاء بتاعة بيرسيتام الفار إحنا كنا ألانين منه جدا 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 وخصوصاً دي تاني مرة للست مارية بعد ما تش اتحاد العاصمة تظلمنا في ركلة الجزاء أنا قلت أخشى التحكيم وأخشى إن النهاردة ما يكونش يوم لعيبة النادي الأهلي ولا جهازهم الفني غابت شخصية النادي الأهلي غابت روح الفنيلة الحمرة غابت توفيق في بعض الأوقات عن ميستر كولر في إدارة المباراة ولكن ده ممكن يحصل ده ممكن يحصل بس اللي أنا شايفه في النهاية إن الحاكم كان ليه دور مؤثر في نتيجة المباراة حتى وإن كنت أنا سيء حتى وإن كنت أنا مش في حالتي الديني حقي إحنا قلنا بلكده من سنين من سنتين تلاتة حتى لو أنا سيء إنت منكش دعوه أنا سيء قلنا مسيء إنت راجل المفروض تتسم بالعدل الديني حقي الديني حقي واللي قاعد على الفار ده يعني إحنا بنتكلم على وجود غرفة الفار بالمسؤولين اللي جوه ليه؟ عشان تقليل الأخطاء التحكمية عشان مساعدة العنصر البشري اللي جوه اللي إحنا بنشوفه في ماتشات الأهلي المتتالية ماتشين سيمبا وماتش سانداونز الأخير ثلاث ركلات جزاء للنادي الأهلي لم تحتسب حاجة تانية اللعبة مش هتسمعني الوقت بس ممكن يسمعوني بعد كده لازم أنا كلعيب شايف أن أنا اتدس علي في المباراة في قرار مؤثر ممكن يغير من نتيجة المباراة لصالح الفريق الآخر لازم أنا كمان يا جماعة يبقى ليا أنا مش عايز أقول أعترض بأسلوب شكله مش كويس بس لازم يبقى فيه وسيلة اعتراض شرعية لازم أروح للحكم لازم أتكلم مع الحكم إنما إحنا طيبين زيادة عن نزوم إحنا مؤدبين زيادة عن نزوم ما بقولش إن أنا لازم أبقى ليه الأدم لا ما بقولش كده أبدا بس لازم أطالب بحقي في الملعب لازم أطالب بحقي في الملعب حتى لو الحكم ظلمني لا أروح له لا أشوف الفار لا أرجع لكذا لا أعمل كذا لا أكلها دي لا احنا طيبين زيادة عن لزوم طيبين زيادة عن لزوم قوي 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 وده في الملعب مش مطلوب لما تتظلم اعترض طالب بحقك بصورة شرعية ما بقولكش تروح تهاجم الحكم وتدربه وتزق وتشتم لا 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 انا ضد الكلام ده خالص ولكن طالب بحقك لازم لازم تطالب بحقك دي انا بخدها على لعبة النادي الاهلي من فترة احنا مؤدبين زيادة عن لزوم حتى بحقنا طيب قلنا ان شاء الله النهارده عندك الجماهير عندك الملعب عودة الروح بتاع تفنيلها الحامرة وشخصية النادي الاهلي اللي احنا كنا مفتقدينها الماتش اللي فاتح نيجي بقى نتكلم على محمد الشناوي